موسيقى رشرة منتصف الليل تأتيكم مباشرة من قلة الجزائر الدولية وإليكم أبرز العنوين موسيقى حمدوك يعود إلى منصبه رئيسا للحكومة بعد اتفاق مع الجيش السوداني وسط استمرار الاحتجاجات ورفض قوى المعارضة موسيقى رئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبا يترشح رسميا للرئاسيات موسيقى ارتفاع قياسي في أسعار الوقود يفاقم الاحتقان الاجتماعي في المغرب موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى تفاصيل النشرة اكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ان الوصول للتوافق الوطني العريض مسئولية ومتطلب اساسي اقول لانجاح الفترة الانتقالية وقال حمدوك عقب توقعه اتفاقا سياسيا مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان لانهاء الازمة السياسية في البلاد ان الاتفاق هدفه حق ندماء السودانيين والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين وشددا على انه توافق مع قيادة الجيش على اجراء الانتخابات قبل جويليا من عام 2003 وانا بوقع على هذا الاتفاق باهتدي باربع اشياء اساسية الاول نحن دارين نحقن دماء السودانيين انا عارف شبابنا عندهم القدرة على التضحي والصمود وتجديم الغالي والنفس لكن الدم السوداني غالي خلينا نحقن هذا الدم ونوفر طاقات هذا الشباب للبناء والتعمير هذا الاتفاق يساعد على فك الاختناق نتمنى فك الاختناق الداخلي والخارجي ونستعيد مسار الانتخال لتحقيق ديمقراطية مستدامة في بلدنا ايضا هذا الاتفاق يتيح امكانية لاننا نقدر نحافظ على مكتسبات السنتين الماضيتين كان في السلام او في الاقتصاد هذا وقال قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان انه يتطلع لشراكة حقيقية مع كل القوى الوطنية لبناء مؤسسات قوية الحمد لله احنا افتكر انه اليوم بالتوقيع على هذا العناء السياسي استطعنا ان نؤسس تأسيس حقيقي لفترة انتقالية كما تصورناها وكما تخيال الشعب السوداني في بداية التحول او في بداية الانتفاضة الحدثت في ابريل 2019 لا نريد ان نقص احد الا ما اتفقنا عليه وهو المؤتمر الوطني نريد ان نؤسس شراكة حقيقية مع كل القوى الوطنية حتى نستطيع ان نبني مؤسسات قادرة انها تنقلنا وتأسس لنا للفترة المقبلة في غضون ذلك وصل الاف السودانيين احتجاجتهم في مدن عدة من البلاد وتحولت الى تعبير عن الرفض للاتفاق السياسي فيما تباينت ردود فعل الطبقة السياسية السودانية بين مرحب بالاتفاق ورفض له وان تباينت ردود الفعل الداخلية بين رفض للاتفاق ومرحب به فان الشارع السوداني لا يزال يعيش على وقع الاحتجاجات والمسيرات بعد خروج الالاف الاحد في العاصمة الخرطو متوجهين نحو القصر الرئاسي كما شهدت مدن اخرى مثل اوندرمان كسل احتجاجات حاشدة حزب الامة السوداني ابرز الاحزاب المعارضة لقرارة البرهان السابقة اكد رفضه لاي اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الازمة فيما اعلنت قوى الحرية والتغيير انها غير معلية بالاتفاق المعلن بين البرهان وحمدوك وان بنوده لا تعنيه ولم تكن طرفا فيه وانا بوقع على هذا الاتفاق تدي باربع اشياء اساسية تجمع المهنيين السودانيين احد فواعي للمعارضة السودانية اعتبر بدوره الاتفاق خيانة مؤكدا رفضه القاطع لهذه التسوية وكل اتفاق يفضي لاستمرار ما يصفه بالانقلابيين في اي هيكل من هيكل السلطة الانتقالية مرفوض السودانيون الذين استيقظوا الاحد على خبر عودة حمدوك الى رئاسة الوزراء وبنود اتفاق جديدة مع البرهان سيشكلون بوصلة المرحلة المقبلة خلال الايام القادمة بقبول المسار او رفضه من جانبه اكد الفريق اول محمد بشير سليمان عبر اتصال هاتفي في نشرتنا السابقة ان الاتفاق السياسي امر تتضلبه المرحلة الحالية ويهدف الى عدم اقصاء جميع المكونات السياسية احسب ان حال الاتفاق كان مطلوبا اذا كانت رؤية الوطنية صادقة في طارق المواطنة والمشاركة الحاجية دون يصار كل الشعب السوداني في ادارة الفترة الانتقالية حسب ما جاءت دين الوثيقة الدستورية عدد من بعد ذلك ما بين المجلس المسكري وقواء الحرية والتغيير ما تم من حي سياسي لمعظم المجتمع السوداني باقيافه السياسية والاتباعية والصوفية وغيرها يعضد ان الامر الان بات يصير في اتجاه مصداقية قائد الجيش فيما عالنا في 25 اكتوبر المتحدث الرسمي باسم قواء الحرية والتعبير في سودان عبدالحليم ابو هريرة قال في تدخل سابق عبر قناة الجزائر الدولية ان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك غير مخول لتوقيع اي اتفاق لا يشرك الحاضنة السياسية في البلد اتفاق في تصورنا جاء نتيجة لضغط دولي واقليمي وهذه الدول عندها مصالح والانقلاب والانقلابين يحققون لها هذه المصالح التي هي بالضرورة تتعارض مع مصالح الشعب السوداني الرئيس الوزراء حمدوك غير مخول لتوقيع اي اتفاق اطاري لانه يعمل عبر حاضنة سياسية وهي التي اتت به وهذه الحاضنة السياسية الان لا علم لها بما يدور نتابع فيما يلي بنود الاتفاق السياسي الجديد في السودان في الورقة التالية الى شأن الليبية الان اين اوضع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية عاشية انتهاء الاجال المحددة تزامنا مع ذلك لا تزال بعض المناطق في ليبيا ترفض ترشح شخصيات تعتبرها طرفا في الازمة حاسما موقفه من الترشح للرئاسيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة يدع ملف ترشحه رسميا لدى مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلوس محطة تأتي لتضع دبيبة مرشحا رئاسيا ضمن المعترك الانتخابية رغم الجدل الذي صحب قدرته على التواجد في السباق الرئاسية وفق ما يمليه قانون الانتخابات من شروطه إذا قام قدم بهذا الطلب ستحيله المفوضية إلى جهات المناطبها التحقق من شروط الانتخاب لا ندري كيف سيكون الأمر في الأيام القادمة خاصة أنه لم يتبقى إلا أقل من 24 ساعة عن إقفال باب الترشح للانتخابات الرئاسية الحديث عن التعديلات هو حديث يشبه الأماني لا أظن بأن المجلس النواب سيجري هذه التعديلات لأنه من البداية أراد من هذه الشروط إقصاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية وإذا كان تلميحه باللجوء إلى القضاء للطعن في موانع قانون الانتخابات المفصل على مقاس أشخاص بعينهم بحسب دبيبة فإن إدعى أوراق طرشحه يفتح الباب أمام سيناريوهات قد تجعل الرجل في ميزان لا يستهان به ضمن الأسماء الوزنة في السباق الانتخابية ويتدعم هذا الطرح بحسب مراقبين بوجود ثغارة قانونية في صالح دبيبة السيد عبد الحميد بيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية والذي حقق شعبية كبيرة من خلال عمله خلال الستة أشهر الماضية والتي نجح خلالها في التغلب على كثير من المشاكل التي كانت تواجهه الليبيون ومن أهمها مشكلة الكهرباء ومشاكل المرتبات وغيرها من المشاكل أيضا البنية التحتية وقبيل نحو 24 ساعة عن غلق باب الترشح للرئاسيات لا تزال الظروف المحيطة بإجراء الانتخابات في ليبيا تخيم على المشهد العام أمام استمرار التوجس من ترشح أسماء ترفضها كتلة شعبية واسعة داخل ليبيا ارتفعت أسعار الوقود في المغرب إلى مستويات غير مسبوقة منذ شروع المملكة في تحرير أسعار المنتجات النفطية قبل خمس سنوات وتجاوز سعر الديزل لأول مرة عشرة دراهم بينما قفز سعر البنزين إلى 12 درهم تتوالى مؤشرة تفاقم الأزمة الطاقوية في المغرب راصمة لاحتقان الاجتماعي متعظم في المملكة بتسجيل البلاد ارتفاع قياسي في أسعار جل المشتقات النفطية مع تجاوز أسعار الديزال البنزين الأكثر استهلاكا في المملكة عتبت العشرة دراهم لأول مرة في تاريخ البلاد بزيادة نهزت درهما ونصف الدرهم في عشرة أشهر ما ترتب عنه ارتفاع متراكم في سعر المزوت قاربا ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة الوقود من جهته قفزت أسعاره إلى 12 درهما بزيادة تجاوزت درهمين ونصف الدرهم خلال الفترة الممتدة من جونفي إلى أكتوبر الماضي تضخم في أسعار المنتجات النفطية يبرره مختصون في الشأن الطاقوي داخل المملكة بتحصيل حاصل لإغلاق المصفات الوحيدة في البلاد قبل ست سنوات في ظل فشل المملكة في تكوين مخزون استراتيجي من الوقود إلى جانب رفع الضريبة على المشتقات النفطية بـ 40% غير أن ذات التقارير تناست أو تجاهلت تبرير الأزمة الطاقوية بشح الموارد المحدودة والمكلفة المتاحة أمام الرباط في تعويض الصادرات الجزائرية من المحروقات التي كانت تغطي نحو 90% من حاجية البلاد قال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين إن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي للصحراء الغربية ستيفان ديمستورا وكذا العملية الأممية لإيجاد حل دائم كتبوا الدولة الأمريكية وعلى هامش زيارته الأخيرة إلى كينيا نوها بتركيز الولايات المتحدة الأمريكية على المضي في المصاري الأممي للقضية الصحراوية لافتا إلى أن المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء الغربية جاء بعد شغور المنصب لفترة طويلة أفدت مصادر إعلامية في بوركينافاسو أن متظاهرين في بلدة كايا شمال وسط البلاد حاولوا في وقت سابق منع تقدم قافلة للقوة العسكرية الفرنسية براخان للاشتباه في دعمها للإرهاب ونقلت وكلة أنباء بوركينافاسو الرسمية عن مصادر محلية أن القوات الفرنسية أطلقت رشقات تحذيرية إلى أن المتظاهرين أصروا على إعادة القافلة العسكرية الفرنسية القادمة من ساحل العاج باتجاه النجر استشهد فلسطيني في البلد القديم من القدس المحتلة وقتل أو قتل مستوطن آخر وأصيب أربعة بجروح بينهم ثلاثة جنود في إطلاق نار في حين قامت قوات الاحتلال بغلق جميع المداخل إلى المسجد الأقصى فجر الأحد استشهد فلسطيني بعد تنفيذ عملية إطلاق النار قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة أصفر عن قتل صهيوني وإصابة أربعة آخرين قوات الاحتلال قامت عقب ذلك بغلق كل أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة ومنعت الدخول والخروج منها واقتحمت بيت الشهيد بمخيم شعفاط واعتدت بشكل وحشي على أفراد عائلته كما اعتقلت واستدعت آخرين للتحقيق على غرار نجله ذي الثمانية أعوام حماس بيان لها قالت إنها تزف بنها القيادية الشهيد البطل الشيخ فادي محمود مشيرة أن العملية رسالة تحذيرية للعدو المحتل وحكومته لوقف اعتداءاته على الأرض والمقدسات وإن حالة التغول التي تمارسها قوات الاحتلال داخل المسجد الأقصى وسلوان والشيخ جراح وغيرها ستدفع ثمنها حركة الجهاد الإسلامي من جهتها اعتبرت العملية ردا طبيعيا على تصاعد إرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال محملة الاحتلال كامل المسؤولية عن سياساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل العملية المنفذة بسلاح كارو البدائي أو ما يسمى بسلاح الفقراء أعادت للأذهان تاريخا من المقاومة باعتبار أن البندقية هي سلاح معدل بأياد فلسطينية عن النسخة المنسوبة لصاحبها كارل غوستوف حذرت منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية من احتمال تسبب فيروس كورونا في وفاة نصف مليون شخص بحلول مارس المقبل ودعت المنظمة لاتخاذ إجراءات عاجلة لكبح انتشار الفيروس وتفادي المزيد من الوفيات أوروبا على أعتب تهديد صحي فنصف مليون شخص قد يصبحون في عداد ضحايا فيروس كورونا مع حلول شهر مارس المقبل إن لم تتخذ الدول الأوروبية إجراءات عاجلة للحد من انتشار الفيروس المسبب للمرض ناقص الخطر دقته المنظمة العالمية للصحة عبر مديرها الإقليمي في أوروبا هانز كلوغا ويعز كلوغا مخاوفه إلى حلول فصل الشتاء وعدم توفير اللقاح بصورة كافية وهيمنة متحور ديلتا الأكثر فتكا فقد سجلت بريطانيا وحدها ما يزيد عن 44 ألف حالة في يوم واحد منظمة الصحة دعت إلى تشجيع الإقبال على اللقاحات والعودة للإجراءات الصحية المتعلقة بالتباعد والنظافة الشخصية وكذا اعتماد العلاجات الجديدة للمساعدة في كبح انتشار الفيروس وترى أن إلزامية تطعيم يجب أن ينظر إليها على أنها الملاذ الأخير لإنقاذ أرواح الناس تأتي هذه التصريحات في ظل اعتزام بعض الدول العودة إلى فرض القيود المرتبطة بالجائحة بل وحتى الاتجاه نحو إلزامية التطعيم على غرار النمسا التي أصبحت أول دولة أوروبية تعلن أن اللقاح ضد الفيروس سيكون مطلبا قانونيا ابتداء من فيفر المقبل وفيما وصف وزير الصحة الألمانية سفان الوضع في بلاده على أنه حالة طوارئ وطنية مستبعدا العودة إلى الإغلاق فإن دولا أخرى كجمهوريتين تشيك وسلوفاكيا قررت فرض قيود جديدة على الأشخاص غير المطعمين غير أن اعتزام السلطات في بعض الدول العودة إلى تفعيل القيود المرتبطة بالجائحة أثارت موجة من الغضب والاحتجاجات في عدد من المدن الأوروبية هذا وأكد فؤاد عود الخبير في علم الفيروسات ورئيس الرابط الطبي الأوروبية الشرق أوسطية عبر اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا راجع للتراخ في الإجراءات الوقائية وعدم تلقي اللقاح نعم بالنسبة لأوروبا تقريبا في آخر أيام في ارتفاع 10% من الإصابات تقريبا ثلاثين المصابين في العالم موجودين في أوروبا نصف اللي توفوا موجودين في أوروبا في أوروبا موجود تطعيم في ثلاث أقسام من الدول الدول اللي فيها التطعيم أزد من 80% دول فيها من 60% ل70% ودول أوروبا الشرقية أكل من 30% نحن موجودين في الموجة الرابعة وموجة الغير متطاعمين 90% اللي موجودين في المستشفيات بدون تطعيم توجى جمع الجزائر الأعظم كواحد من أفضل التصاميم المعمارية الدولية لعام 2021 من قبل متحف شيكاغو والمركز الأوروبي للتصميم كما أقدم أو تعد جائزة سوبر أقدم جوائز العمارة العالمية وأكثرها شهرة في العالم يعتبر مسجد الجزائر الأعظم من بين أهم الإنجازة المعمارية الإسلامية البارزة في الجزائر صمم المسجد لاستيعاب 120 ألف مصل في قاعة تبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع لتكون حسب المصممين تالت أكبر مصلى في العالم بعد الحرم المكي والمسجد النبوي إذ يشمل مكتبة فيها مليون كتاب إضافة إلى ارتفاع مئذنته التي تصل إلى 265 مترا يحتوي جميع الجزائر على قبة يبلغ قطرها 50 مترا وهي تتوسط قاعة الصلاة التي تمزج فيها الجانب الوظيفي والجمالي فهي مكونة من غلاف داخلي وخارجي لتكون من الداخل قراءة عصرية لقبة المقرصنات التقليدية المستمدة من المعمار الإسلامي أما الخارج فغلفت بمصفقات مشربية تزيينية تبرز الوجه الداخلي للقبة وفق الهندسة التقليدية وحسب مجسم جامع الجزائر فقد توجد قاعة الصلاة المزينة بالرخام والحجر الطبيعي بقبة عظيمة ذات جدارين يحتويان على فتحات تسمح بمرور الضوء الطبيعي إلى القاعة كما تضيء بأنوارها ليلاً لتجعل منه تحفة معمارية بامتياز كل هذه المميزات خطفت أنظار العالم في أقل من سنة من تجهينه لينال جائزة السوبر أقدم جوائز العمارة العالمية ويصبح بذلك كواحد من أفضل تصاميم المعمارية الدولية لعام 2021 من قبل متحف شيكاغو والمركز الأوروبي للتصميم إلى الرياضة الآن أنينا كشف مدرب المتخب الجزائري للمحليين مجيد بوغره عن القائمة التي سيشارك بها في كأس العرب المقبلة بقطر قائمة حملت بعض المفاجآت وأثارت استياء بعض اللاعبين الجزائريين صلنا مشاهدين بهذا إلى ختام النشر في أمان الله اشتركوا في القناة